أبو هاشم أبو هاشم دا يتلوقون لأبو هاشم شوف شوف باوع بلشوا ويتلوقوا له مو رح تجي لانتخابات باعلوا واقع باعدت بطنش قاموا ويتلوقون لأبو هاشم مو قللهم ما أدخلوا يا أحد ولا حط إيدي بيديكم وين هم اللي كانوا يقولون سيد مقتدى رح يبدل رح يتراجع أشو ما تراجع أشو ما بدل أشو بقى على موقفه ها اسمع الحرامي بهاي الأعرجي شون دا يتلوق السيد مقتدى مثل الحي هيشي تمام على مود يرجع اللي طرده سيد مقتدى لأنه هو حرامي وباقي الكاظمية يأخذون رأي التيار الصدري بقانون الانتخابات يعني هو من الانصاف والعدل أن يأخذوا التيار الصدري بس ما أعتقد التيار الصدري يقبل أن يتدخل لأن التيار الصدري جوكر ما يهم القانون شكرا لا لا إذا كان دوائر أو دائر أو واحد هو خبير بأن يقسم أنا كنا ندخل بس مفق أي قانون راح يصير أنت تعرف القانون القديم ما راح يرجع اللي أبل 73 مقات ما راح يرجع بس يقدر التيار يجيب 73 مقعد أخرى هذا القانون هذا الحالي الموجود هذا ما أعرف يجيبون بس يجيبون ممكن ما يجيبون بس القانون اللي يريدون يعدلون اللي تسمعون بـ 20 بـ 80 بدوائر أنا أعتقد التيار الصدري بفوق المئة مقعد فوق المئة حلو لا لا أعرف أعرف هذا مو أنت تعتقد هذا غصبا عليكم لأنه التيار الصدري اللي جاب وأخذ أعلى الأصوات وأعلى المقاعد بالانتخابات اللي فاتت قل لكم يلا أنتو دا تتعاركون وشيلون إسلاح علينا لأننا نريد أن نشكل حكومة يلا شكلوها أخذوا الحكومة يلا شوفونا السويتوا بالحكومة شلو اللي قدمتوا للشعب سويتوا سويتوا الدخولية للمستشفى بـ 5000 دينار جبتوا تمن بيقامور السويتوا لما أخذتوا الحكومة الإطار التنفيذي لما أخذ الحكومة السوى غير لما نقل سيد مقتدر أنت تكتر وإحنا نشكل حكومة مع العلم أنه هما جايبين أعلى المقاعد السووا الإطار التنفيذي كلونا هاي الغاز اللي تارس بغداد أبوالك رح أشوفك السوى الإطار التنسيق حطيني الفيديو اللي ورا هذا الإطار التنسيقي هذا اللي سوى هذا اللي سوى باوي هو عبارة عن معتقل هذا صف لو معتقل خلي جاوبونا الملمعين والمطبلين والمأجورين والأضواق المأجورة والصفحات المأجورة كاملة خلي شوفون الصف خلي جاوبونا هذا صف لو معتقل هذا صف في محاوضة البصرة الذي تنتهي ثلاثة ملايين برميل نفط مليون هذا صف في عاصمة المحاق الاقتصادية استحينا نخلي الطلاب بالصف من هذا رح يحفظ على هذا اللي سوى حكومة الإطار التنفيسي شوفوا بشرفكم البصرة عائمة على كنز من النفط وكنز من المليارات الدولارات هذا بشرفكم صف مال مدرسة باوع بشرفك هذا صف مال مدرسة باوع شوفوا بشرفكم عبالك لهنانة وتوقف لا تعال طيني اللي وراء طيني هذا حال العراق هاي الحكومة اللي شكلوها هاي الحكومة اللي استقتلوا وقاتلوا ورفعوا السلاح ضد التيار الصدري على مودي يشكلون الحكومة هاي شغل على مودي يشكلون الحكومة هاي هاي النتائج هاد لما نشوف مرة شبيرة تلم بالزبالة وتاكل من الزبالة وانت اغنى بلد بالعالم هاي النتائج انت لما نشوف ناس كبار بالعمر ماعدهم ياكلون ويلمون من الزبالة في ظل دين الدولة الاسلام في ظل ناس تطلع بالشوارع الصيح راح السيد ايجا السيد راح المعمم ايجا الشيخ راح الشيخ جبعقال راح ابوعقال الجبقاط الناس تاكل بالزبالة بالعافية عليكم بالعافية عليكم خوش حكومة خوش نجازات وخوش اطار تنسيقي وخوش زعماء وقيادات وده تريدوا تروحون للبنان اول شي دوكل شعبك دوكل اهلك وبعدين راح للبنان باوعي الناس تلمي من الزبالة وتاكل باوعي باوعي هذا حال باوعي هذا حال الناس هذا بشرفكم وين كرامة الانسان اللي كفالها الدستور وين كرامة المعيشة راعوا الكم يوم والله الكم يوم تنسحلون بالشوارع على هذا الوضع الكم يوم تنسحلون بالشوارع لأنه الله ما يقبل بهذا الظلم الله ما يقبل بهذا اللي ده تسوه بالناس الله ما يقبل وين هم معممين الطشة وين هم معممين التيك توك وين هم معممين اللي يسوي لي شير وكبس كبس وينه ليش ما يطلع لايف على هذا الحشي وينك كبس كبس وينك سوي لي شير وسوي لي لايك معممين الطشة تعال تعال باوع لو هنانا ما تحشون هنانا ما يصير تروحون تفتحون لايفات ويالحاطات بالليل بحجة داقه ديش للدين الإسلامي ها وهو الليل كل يباوع على طيبة قلبه ويباوع على بلاعيمه